موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 4 اليونت الأول الدرس الرابع عنوان الدرس what is in my school bag من الموجود في حقيبتي موجود بصفحة 12 من كتاب الطالب وتمارين موجودة بصفحة 10 من كتاب النشاط قبل ما يبدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين ومدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 12 من كتاب الطالب مكتوب أهل الصفحة what is in my school bag من موجود في حقيبتي بأسفلها مكتوب guess read and tick خمن اقرأ وضع صح على اليس إذا كان تخمينك أنه موجود هذا الشيء في حقيبة يوسف وضع صح على النو إذا كان تخمينك أنه ما موجود هذا الشيء في حقيبة يوسف طبعا هنا يوسف ديتحدث يقول in my bag في حقيبتي ويعدد فهنانا نقرأ الجملة ونخمن نتنبأ إنه إذا كان هذا الشيء موجود في حقيبة يوسف أو ما موجود وكذلك اللي موجود بحقيبة لينا هما نقرأ ذن الجمل ونتنبأ إنه هذا الشيء موجود لو ما موجود وبعدها بأسفل الصفحة مكتوب listen are you correct استمع هل كانت إجاباتك أو تخميناتك صحيحة إذن رح نقرأ النصوص نقرأ الجمل ونحاول نخمن التلميذ من خلال قراءته للنص يخمن إنه هذا الشيء موجود لو لا يضع صح وبعد قليل نستمع المقطع الصوتي ونعرف إن إذا كانت إجاباتنا أو تخميناتنا صحيحة لو خطأ إنه هاي الأشياء موجودة بحقيبة يوسف ولينا لما موجودة فرح نقرأ أول شيء الأشياء الخاصة بحقيبة يوسف يوسف يقول in my bag في حقيبتي number one there is a rubber and a pencil هناك there is معناها هناك هاي كلمة جدا مهمة بعد قليل رح نعرف شن الفرق بين there is والthere are اتنين معناها هناك لكن كل واحدة لها استخداماتها number one أولا there is a rubber هناك مساحة and a pencil وقلم رصاص فهنا هناك التلميذ يخمن إذا يتوقع إنه ذن الأشياء موجودة بحقيبة يوسف يخلي صح وإذا يقول لا هاي الأشياء موجودة بحقيبة يوسف يخلي الصح على النوم number two ثانيا there are some books هناك بعض الكتب كذلك يخمن هاي الأشياء موجودة إذا موجودة يضع الصح على كلمة yes وإذا ما موجودة يخضع صح على كلمة no ننتبه إنه التخمينات معنا الصحة اللي رح نخليه نخلي بالرصاص لأن خاف يطلع عندنا خطة أثناء استمعنا المقطع الصوتي نرجع نمسها على موجود نقدر نصححها number three ثالثا there is a bottle of water هناك قنينة ماء bottle of water there is a ruler هناك مصدرة there are some socks هناك بعض الجواريب there is a sandwich هناك سندويش there are some crayons وهناك بعض أقلام التلوين قرأنا للنصوص الخاصة بحقيبة يوسف ننتقل إلى النصوص الخاصة بحقيبة لينا كذلك نتنبه إنه إذا كانت هاي الأشياء موجودة بحقيبة لينا لما موجودة فلينا تقول in my bag في حقيبتي there is a notebook هناك دفتر ملاحظات كذلك التلميذي تنبأ أو يخمن يقول هاي موجودة لما موجودة إذا موجودة يخليه صح هنانا على ال yes وإذا ما موجودة يخليه صح على no يتوقع يعني توقعاتي number two ثانيا there are some sweets هناك بعض الحلويات number three there is a t-shirt هناك قميص number four there is a ruler هناك مصدرة there are some pens هناك بعض الأقلام الجاف number six there is a toy beer هناك دب لعبة number seven سابعا there are some dates هناك بعض التمر بعد ما خمننا أو توقعنا الأشياء اللي موجودة بحقيبة يوسف وحقيبة لينا نجد نستمع المقطع الصوتي يطلب من عندني listen استمع are you correct هل إجاباتك أو تخميناتك صحيحة إذن راح نستمع المقطع الصوتي ونعرف إذا كانت إجاباتنا وتخميناتنا صحيحة لو خاطئة فرح نستمع المقطع الصوتي ونوضع صح على الأشياء اللي موجودة بحقيبة لينا وكذلك حقيبة يوسف track 13 what's in my school bag listen are you correct what's in my school bag well there are some books and there's a rubber and a pencil there are some socks for PE and there's a sandwich for my lunch what's in my school bag what did you guess there's my toy bear his name is Freddy there are some dates for my lunch I love dates there's a t-shirt for PE and there's a notebook and there are some pens there are some things إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أنه لينا ويوسف تحدثوا عن الأشياء اللي موجودة بحقائبهم فوضعنا صح على الأشياء اللي موجودة بحقائبهم أما الأشياء اللي موجودة اللي ما وضعنا عليها صح نقدر نخلي صح على أنه على موضة نكمل إجاباتنا الصحيحة هذا ما يخص هذا النشاط شن اللي نقدر نستخلصه من هذا النشاط أدنى موضوع قواعد جدا مهم اللي هو الفرق بين there is وال there are طبعاً there is وال there are 2R معناها هناك لكن كل واحدة له استخدام نستخدمها 2R لنعبر عن وجود شيء أو شخص في مكان معين شون يعني يعني مثلاً إذا أريد أعبر عن الأشياء اللي موجودة بحقيبة يوسف أو بحقيبة لينا أو بحقيبة أي شخص أستخدم عما there is أو there are مثلاً إذا أريد أقول هناك كتاب أقول there is a book وين هذا الكتاب؟ in يوسف's bag في حقيبة يوسف مثلاً إذن عبرت عن وجود شيء في مكان معين أو قد يكون هذا الشيء أو شخص في غرفة أو في صف مثلاً إذا أريد أعبر عن عدد الرحلات في صف معين أقول there are some desks هناك بعض الرحلات in my classroom في صفي وهكذا مع البقية إذن إذا أريد أعبر عن وجود شيء أو شخص في مكان معين أستخدم أما there is أو there are زينا شوك تستخدم there is وشوك تستخدم there are أولاً there is قلنا معناها هناك وتستخدم للتعبير عن الأشياء المفردة يعني أنا هذا الشيء اللي أريد أعبر عن وجوده في مكان معين إذا كان مفرد أقول there is فمثلاً أقول there is a rubber هناك مساحة لاحظنا كلمة rubber اللي هي المساحة كلمة مفردة لذلك استخدمت إياها there is كذلك هذا المثال there is a ruler هناك مصطرة المصطرة شيء مفرد استخدمت إياها there is مثلاً there is a ruler in my bag هناك مصطرة في حقيبتي عبرت عن وجود الرولر اللي هي المصطرة في حقيبتي في مكان معين اللي هي حقيبتي كذلك نأخذ مثال آخر there is a pencil هناك قلم رصاص نلاحظ أن كلمة pencil كلمة مفردة لذلك عبرت عنها في استخدام there is مثلاً أقول there is a pencil in my bag هناك قلم رصاص في حقيبتي وكذلك هذا المثال there is a sandwich هناك سندويتش ذني كل هن الأسماء اللي باللون الأحمر أسماء مفردة لذلك استخدمت إياها there is اللي معناها هناك there is a ruler هناك مصطرة there is a rubber هناك مساحة كل هن عبرني عن وجود أشياء في مكان معين هس عرفنا شوكة نستخدم there is مع الأشياء المفردة أما there are وكذلك تعني هناك وتستخدم للتعبير عن الأشياء الجمع ذي أشي للمفرد هذه للجمع خلنا أخذ مثال أقول there are some books هناك بعض الكتب نحن نعرف أنه book كتاب books كتب ضفتلها الأس أس الجمع صار عدي اسم جمع اللي هي معناها كتب there are some books هناك بعض الكتب نلاحظ أن البوكس جمع استخدمتوا إياها there are فمثلاً أقول there are some books in my bag هناك بعض الكتب في حقيبتي عبرت عن وجود شيء اللي هو الكتب الجمع في مكان معين اللي هو الحقيبة مثال آخر there are some socks هناك بعض الجواريب socks كذلك جمع استخدمتوا إياها there are مثال آخر there are some dates هناك بعض التمر dates تمر جمع استخدمتوا إياها there are كذلك there are some sweets ونالك بعض الحلويات كذلك sweets جمع استخدمتوا إياها there are هذا ما يخص الفرق بين there is وال there are لأنه جداً مهمة بالامتحان لأنه فرق بين عدسن there is أستخدمه المفرد وال there are أستخدمه الجمع شون تجيني بالامتحان مثلاً يقول لي there is a فراغ pencil لو pencils بما أن there is مفرد أخلي المؤسس المفرد اللي هو pencil وليس the pencils اللي هي الجمع كذلك there are some فراغ book لو books book كتاب books كتب بما أن الزيرار للجمع تستخدم أخلي books اللي هي جمع ومعناها كتب هذا ما يخص موضوع الفرق بين there is وال there are اللي نستخدم هل نعبر عن وجود شخص أو شيء في مكان معين ننتقل للنشاط الآخر are they the same هل هذه الأشياء متشابهة منطيني صورتين لكل شيء معين نشوف هاي الشيئين متشابهات إذا متشابهات نوضع tick اللي هو الصح على ال yes وإذا ما متشابهات نضع tick اللي هو الصح على ال no فمثلا number one أولا هاي المصطر متشابهات إذا متشابهات أخلي الصح على ال yes وإذا مختلفات أخلي الصح على ال no نلاحظ من خلال الصورة أنه ذني المصطر ما مشابهات وحدة طويلة وحدة قصيرة لذلك نقول yes لا اكيد نخلي صح على ال no number two ثانيا منطيني حذاء لونه أحمر كبير وكذلك حذاء لونه بارتقالي وصغير هل هذه الأشياء متشابهة كذلك هاي غير متشابهة نخلي صح على ال no number three ثالثا هنا أنا شخصيتين منطيني شخصية يقول I am 40 عمري 40 وشخصية تقول I am 8 عمري ثمانية هاي شخصيتين متشابهة أكيد لا غير متشابهة شخص مسن كبير بالسن وشخص صغير في السن لذلك نخلي الصح على ال no بأسفلها 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 لكل صورة من ذن الصور هنا أنا منطيني مثال الصورة الأولى picture number one الصورة الأولى حاطلي كلمتين اللي هي long و short لاحظنا أن الصورة الأولى بيها مصطرة طويلة و مصطرة قصيرة لذلك هو خلايلي long طويلة و short قصيرة اختار كلمتين مناسبات للصورة كذلك أنا لاحظ الصورة واشوف شن الكلمتين اللي تناسبهن فمثلا picture number two الصورة الثانية شن الكلمتين اللي تناسبهن من ذن كلمات big كبير نعم كان هناك حذاء كبير و حذاء صغير فأقول big عكس ال big شنو كان الحذاء الثاني على عكس الحذاء الأول يكون عكس ال big اللي حدناها بالدرس الأول كلمة small حذاء كبير و حذاء صغير picture number three الصورة الثالثة شخص عمره 40 و شخص عمره 8 سنوات شن الكلمات اللي تعبر لي عن ذن الصفتين أكيد قلنا كبير بالعمر شن الكلمة اللي تعبر لي عن الكبير في العمر ما نقول big big كبير بالحجم و ليس كبير بالعمر كبير بالعمر هي كلمة old فأقول old this man is old هذا الرجل كبير بالعمر عكسها شنو عكسها young young معناها صغير بالعمر أو صغير السن فهنان old و young أما picture number four الصورة الرابعة شخص طولة 158 سنتيم و شخص طولة 145 سنتيم شن الكلمات اللي تعبر لي عن ذن الصورتين أكيد كلمة tall طويل و short قصير نحن نعرف شن الفرق بين tall و long ذكرنا بالدرس الأول tall تستخدم للطول بالارتفاع فهنانا الشخص طويل بالارتفاع ارتفاع طويل وأقول tall ما أقول long long تستخدم للتعبير عن الطول بالامتداد مثلا المصدرة الشارع النهر أقول عليهم long طويلة بالامتداد و ليس بالارتفاع هذا ما يخص هذا النشاط راجعنا من خلاله المعاكسات اللي هي long عكسها short big عكسها small old عكسها young و tall عكسها short اللي أخذناها بالدرس الأول وذكرنا أن ذن الصفات ذن المعاكسات جدا مهمات بالامتحان التحريري سواء كانوا امتحان الشهري أو امتحان نهاية السنة ننتقل لكتاب النشاط التمرين الأول look and think about the rule انظر و فكر في القانون let's check فلنتفقد أخذنا بالدرس السابق أنه إذا نريد نختصر do not نختصرها ب don't يصير don't فهنانا منطيني مجموعة من الكلمات اللي يطلب من عندي أن نختصرها منطيني مثال هو i زاعد am شو نختصرها أصير i am حذفنا الحرف الأول من الكلمة الثانية وخلينا بدالة الفارزة أو الكوما كذلك نفس الشيء مع البقية فهنانا he زاعد is أحذف الحرف الأول من الكلمة الثانية اللي هو ال i وأخلي بدالة كوما فالصير بهذه الصيغة he is لذلك هو يقول لي انظر و فكر في القانون سويه لقانون شون تقدر تختصرها من الكلمات مثلا الشي وال is شون اختصرها الكلمة الثانية الحرف الأول منها اختصرها أحذفها وأخلي بدالة هاي الكوما فالصير she is إذن الكلمة الثانية مالي علاقة بيها الكلمة الثانية أحذف الحرف الأول منها وأخلي بدالة كوما it is كذلك ال it ما لعلاقة بيها الحرف الأول من الكلمة الثانية أحذفها وأخلي بدالة كوما فالصير it is there is not هنا أنا منطيني ثلاث كلمات هاي الحالة شنو الكلمة الأولى ما أختصرها أختصر آخر كلمتين أدي ثلاث كلمات أروح على الكلمة الأخيرة ال it وال is ما لعلاقة بيها أروح على الكلمة الأخيرة أحذف الأو وأخلي بدالها فارزة فالصير it isn't he can not كذلك نفس الشي الأولى ما لعلاقة بيها والثاني ما لعلاقة بيها أروح على الكلمة الثالثة أحذف الأو فالصير he can't بعد there is كلمتين أرجع على قانون الكلمتين الكلمة الثانية الحرف الأول منها أحذف وأخلي بدالها كومة فالصير there is there is not ثلاث كلمات أروح على الكلمة الثالثة أحذف الأو فالصير there isn't what is كلمتين أحذف الحرف الأول من الكلمة الثانية وأضع بدالها كومة فالصير what's هذا ما يخص هالإختصارات تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري خصوصا مسؤال الإملاء ينطيني كلمتين مثلا يقول لي I زائد I اختصارتها صارت I am he زائد is شلو اختصارها أنا لازم حافظ لنكلمات وأعرف اختصارها أنا ممكن أقدر يجاوب هج نوع من الأسئلة خافت جينب بالامتحان إذن هذا هذا تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري ننتقل للنشاط الثاني مكتوب let's play فلنلعب can you guess هل يمكنك أن تخمن نعني محادثة بين طلاب اثنين كل طالب يسأل عن الموجود في حقيبة الطالب الآخر فمثلا الطالب الأول يسأل يقول له is there a ruler in your bag هل هناك مصطرة في حقيبتك فالطالب الآخر يجاوب يقول له yes there is or no there isn't حسب الموجود بحقيبته كذلك يصيل له مرة ثانية is there a مثلا a book هل هناك كتاب in your bag في حقيبتك كذلك الطالب الآخر يجاوبه yes there is or no there isn't مرات يسأل عن شيء جمع فيقول له are there any مثلا sweets in your bag هل هناك أي حلويات في حقيبتك طالب الآخر كذلك يجاوبه أما يقول له yes there are or no there aren't ننتبه الأمر واحد فقط هو أنه إذا أرد أسأل باستخدام there is والthere are فقط ال is وال are صير بداية الجملة قبل شوي نقول there is معناها هنالك إذا أرد أحولها إلى سؤال إذا أرد أسأل أقول is there هل هناك أو are there هل هناك فهنا ناسي الطريقة ال is مع المفرد وال are مع الجمع فقط صير بداية الجملة الصير سؤال فهنا يسأله are there any sweets in your bag هل هناك أي حلويات في حقيبتك الجوعة بيكون أما yes there are or no there aren't وإذا كان عن مفرد يقول له yes there is or no there isn't فقط سؤال وجواب عن الأشياء الموجودة بحقيبة التلميذ إلى آخر أبارة عن محادثة بين تلاميذ اثنين ننتقل للنشاط الآخر write two words اكتب كلمتان under each picture تحت كل صورة نحن ننظر إلى الصورة ونشوف شن الكلمتين المناسبات لهذه الصورة فهنا هنا مثلا الصورة الأولى سمكة كبيرة وسمكة صغيرة شن الكلمات المناسبة اللي أقدر أخليها تحت هذه الصور long طويل غير مناسبة young صغير بالعمر غير مناسبة أنا أريد صغير بالحجم وكبير بالحجم big كبير بالحجم نعم هذا الصف المناسبة فأكتب big وبعد أكسب big اللي هي السمكة الصغيرة أقول small big and small كذلك يراجع للصفات ومعاكساتها الصورة الثانية فكذلك واحد طويل واحد قصير طويل بالارتفاع فش أقول أقول long عرفنا أن long طويل بالامتداد وليس بالارتفاع إذن ما تفيدني young صغير بالعمر غير مناسبة اللي بقي استخدمناها short من الممكن نستخدم short وأكسها شنو tall وأقول tall و short طويل و قصير أما الصورة الثالثة صورة هاي الشخصيتين شخصية شعرها طويل و شخصية شعرها قصير بس هنا أنا ما استخدم tall و short ليش لأن الشعر طويل بالامتداد فش أقول أقول long long hair و short hair إذن من طيلي اثنين short اثنين استخدمتن واحدة مع هاي الصورة واحدة مع هاي الصورة أما الصورة الأخيرة صورة امرأة مصنة كبيرة بالعمر و صورة شاب فش أقول أقول young و old old كبير بالسن و young صغير بالسن أو شاب هذا ما يخلص هذا النشاط يدربني أكثر على استخدام الصفات و معاكساتها ننتقل للنشاط الآخر think of a word too much فكر في كلمة تطابق هذه الصفات منطيني مجموعة من الصفات نفس الصفات اللي استخدمناها يقول لي ينطيني كلمة اتناسب هاي الصفات منطيني مثال هو a big house house bait منطيني الصفة big خلالها كلمة house house اللي هي بيت يناسبها الصفة كبير big house بيت كبير يريد مثلا big كبير الطيني فات كلمة مناسبة كذلك لكلمة big اللي معناها كبير فمثلا أدنى هواي كلمات من الممكن يتناسب هذه الكلمة أو هذه الصفة مثلا garden big garden حديقة كبيرة منطيني صفة small صغير أريد كذلك كلمة تناسب هذه الصفة مثلا car a small car سيارة صغيرة a long طويل قلنا طويل بالامتداد مثلا نقول river نهر أو road شارع لأن كلهم طويلات بالامتداد فأقول مثلا road a long road طريق طويل أو شارع طويل a short قصير كذلك أريد كلمة قصيرة بالامتداد مثلا pencil قلم قصير an old كبير بالعمر أريد كلمة تناسب هذه الصفة مثلا man an old man رجل مسن أو رجل كبير بالسن young صغير بالسن مثلا نقول young girl فتاة صغيرة بالسن أو صغيرة بالعمر a tall طويل طويل بالارتفاع شلو الكلمة اللي ممكن تناسب هذه الصفة مثلا نقول a tall tree شجرة طويلة طويلة بالارتفاع و a short قصير مثلا نقول short woman امرأة قصيرة هذا ما يخص ذنين النشاطين نلاحظ ان بهذا الدرس ركزك اكثر شي على استخدام الصفات ومعاكساتها ثلاث انشطة خصصهم لمراجعة الصفات ومعاكساتها طبعا هذا النشاط جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن نجيب لي لنا الصور ويطلب منه اندي اني اخلي الصفات المتعلقة بهذا الصور لذلك لازم احفظ الصور وصفاتها لان من الممكن نتجيني بالامتحان هذا كان درسنا لهذا اليوم راجعنا بي الصفات ومعاكساتها خذنا نفرق بين there is والذيرار وعرفنا ان there is تستخدم مع المفرد والذيرار تستخدم مع الجمع واذا نريد نسأل باستخدام there is والذيرار فقط ال is وال are تصير بداية الجملة فمثلا نقول هل هناك كتاب في حقيبتك صارت عدي سؤال هل هناك أي حلويات في حقيبتك كذلك هذه على شكل سؤال قدرنا نسأل باستخدام there is والذيرار اللي نستخدمه للتعبير عن وجود شخص أو شيء في مكان معين ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا على حسابات الموجودة منكم على الشاشة